زي النهاردة المنسي ورفاقه سنة 2017 استشهدوا زي النهاردة كمين البرث دافع عنه أبطال وشهداء سيظلوا في وجداننا إلى الأبد أهم بص شوف يا كل أم ويا كل أب ويا كل أخ ويا كل صديق لأي واحد في الصورة دي لازم تفخر تفخر أن ابنك أو أخوك واحد من دول تلات سنين مرت على ذكرى استشهاد أبطالنا المنسي ورفاقه يعني الحقيقة هذا الأمر أثر كثيرا جدا في وجدان كل المصريين ويعني الدعي أنه يعني مسلسل الاختيار كان سببا كبيرا كي يعرف الصغير مننا والكبير عن كل هؤلاء قصص البطولة يعرف أسماءهم يعرف جزء من حياتهم الخاصة والشخصية شهداء الكتيبة 103 ساقة وهقول أسماءهم عقيد أركان حرب أحمد صابر محمد علي المنسي البطل نقيب أحمد عمر الشبراوي البطل ملازم أول أحمد محمد محمود حسنين البطل عريف محمد السيد إسماعيل رمضان البطل جندي محمود رجب السيد فتاح البطل جندي محمد صلاح الدين جاد عرفات البطل جندي علي 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 السيد إبراهيم البطل جندي محمد عزة إبراهيم البطل جندي مؤمن رزق أبو اليزيد البطل جندي فراج محمد محمود أحمد البطل صائق عماد أمير رشدي يعقوب البطل جندي محمد محمود محسن البطل جندي أحمد محمد علي نجم البطل جندي علي حسن محمد الطوخي البطل جندي محمود صبري محمد النقيب البطل محمد صلاح محمد الشهيد البطل ملازم أول خالد محمد كمال المغربي الشهيد البطل ملازم أول خالد محمد كمال المغربي البطل جندي محمد محمود فرج وأحمد عربي مصطفى والبطل مندوب مدني صبري نور كلهم استشهدوا في كمين البرث الحقيقة تلات سنين بتمر ولن ننسى ولن ننسى تلات سنين وإحنا يعني معترفين بهذا الجميل تلات سنين وإلى الأبد يبقى أمهات الشهداء وزوجات الشهداء وأبناء الشهداء أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين تبقى لهم الأولوية في كل شيء بفضلكم وكل لحظة حزن أنتوا بتمروا بيها إحنا بنستمتع بالأمان في بيوتنا أنتوا أصحاب فضل على المجتمع المصري كله ناس ما فيش كلام يقدر يوصف اللي هم عملوه هم مش موجودين معانا شباب زي الفل راحوا عشان يحفظوا أراضينا ويحفظوا أمانة افتكروا دايما الأسماء دي وما تنسوهاش لأن المصريين دايما أصحاب فضل وهيفضلوا أصحاب فضل المنسي ورفاقه الكتيبة 103 لكم كل الرحمة الله يرحمكم وإن شاء الله بإذن الله تبقى سيرتكم العطرة يعني شرف لكل أبنائكم ولكل أسركم شكوركم شكوركم